نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب بأحد المراكب النيلية بمنطقة الزمالك هذا وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الحريق لم يصفر عن وقوع إصابات كما قرر المحافظ تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق فضلا عن تشكيل لجنة فنية للوقوف على مدى توافر اشتراطات ووسائل الحماية المدنية بالمركب المحترق